يعني انا لو قدت الدم بتاعي وحطيته في الثلاجة خزنته هيحصل فيه تغييرات؟ اكيد هيحصل فيه تغييرات تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فيه مواد بتزيد زي ايه؟ زي اللاكتك أست فيه ميتابوليزم فيه تمثيل الـ فبالتالي ممكن يطلع لكتك أست يزيد الـ auto affinity بتزيد يعني shift to the lift في dissociation curve سببه ان بيبقى فيه ديكريس في المادة اللي اسمها 2-3-diphosphoglycerate وبالتالي ديكريس في الـ auto delivery to the tissue يبقى خلي بالك الـ affinity يعني ان الـ arpesis بتمسك جامد قوي في الـ auto في الأكسجن ليه؟ لان كانت فيه مادة تانية المفروضة انها تحتل المكان ده وتطلع الأكسجن المادة اللي اسمها 2-3-diphosphoglycerate يعني المادة دي قلت يبقى بالتالي الـ affinity هتزيد بتاعة الـ arpesis الـ auction خلي بالك من العلاقة بين الـ affinity والمادة اللي اسمها 2-3-diphosphoglycerate طب إيه اللي بيقل بقى في الماء في اللض اللي هو متخزن الـ pH هلسه إليم فوق انه بيطلع لكتك أسد لكتك أسد معناها أسد أسيدوزس على طول يبقى فيه أسيدوزس وبالتالي الـ pH بتاقل كمان الـ ATP المادة اللي هي كتبتطلع عشان الـ arpesis استخدمها اللي اسمها الـ ATP بتقل فبتقل انه مفيش طاقة واصلة للخلايا فبالتالي الحيوية بتاعة الـ بصفة عامة حتى قل